تيكي تاكا مباراة مثل هذه تلعبها من أجل أن تفوز بها لا تلعبها من أجل أن تمتع الجماهير أما بالنسبة لخيارات المدرب فتبقى خيارات طبعا هو عنده حساباته عنده أسبابه نحن من بعيد نقول لماذا راموس ولكن تصور لوصل الدور النصف النهائي ولا واحد يتكلم على راموس ولا يتكلم على الدخية الخيارات هي هكذا بالنسبة لمدرب أنا لم أسمحه ماذا قال بعد نهاية المباراة ولكن أعتقد بأنه لم يكن موفق المنتخب الإسباني في هذا المونديال ممكن خلعتنا شوية نتيجة سبعة أمام كوستاريكا ولكن المنافس اسمه كوستاريكا أي نعم عنده لعبين متميزين قد يؤول عليهم في اليورو القادم في نهاية كلاس العالم أي نعم كرة القدم هي هكذا تتجدد على مستوى المنتخبات ويجب أن تبعث نفس جديد وهذا ما يفعله لويسان ريكي لأنه زمن اليوم ليس زمن 2010 شيء مختلف تماما هذا الكلام ينطبق على البرتغال مع رونالدو هذا الكلام ينطبق على منتخبات أخرى بلاعبين آخرين متميزين أساطير ومش عارفوهش ولكن الواقع اليوم شيء آخر وهذه هي أحكم الكرة أعتقد بأنه إسبانيا تستحق أن تخرج لأنها لم تتمكن من الفوز على صحيح أنه لو تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور النصف النهائي ما كان أي أحد ليتحدث عن غياب سيد يوراموس أو غياب هالكنتارا أو ديخيا أو غيرهم ولكن أريدك أن تتخيل معي هذا السيناريو ماذا لو تأهل المنتخب الإسباني بآدائه على مدار كل المباريات باستثناء مباراة كوستاريكا وأنت ذكرت السبب هو مجرد منتخب كوستاريكا ماذا لو واجه المنتخب الإسباني في الدور نصف نهائي البرازيل أو فرنسا أو إنجلترا لا يمكنه أبدا أن يقف ندا للند مع هذه المنتخبات القوية فنيا تقنيا وحتى من حيث عنصر الخبرة لذلك على مدار البطولة أنا لم أرى أي مباراة مرجعية للمنتخب الإسباني تضعه ضمن قائمة المرشحين للتتويج باللقاء هو في إعادة تشكيل ولا أعتقد كانت غاية والتتويج بكأس العالم لأنه التتويج بكأس العالم عارف هو وعارف نحن بأنه يبقى منحاصر بين البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا فهو عارف جيدا بأنه لم يأتي إلى قطر من أجل التتويج بكأس العالم حفظ مشكلة الاستحواذ السلبي منتخب الإسباني صحيح يسيطر يستحوذ على الكرة لكنه ما عدا مباراة كوستاريكا لعبة أمام لا شيء في المباراة الأخرى لم يستطع الوصول إلى الشباك في مرات كثيرة وانهزم أمام اليابان وأدخل الشك في نفوس محبيه الاستحواذ ارتبط بالبارسا والاستحواذ ارتبط بوجود لعب اسمه ميسي فك العقد اليوم منتخب إسبانيا ما عندوش لعبين بحجم ميسي كل ميسي أرجنتيني ولكن تيكي تاكا مشات مع لي وميسي فلازم لك فرديات تفك العقد ولازم لك فرديات تصنع الفارق مش فقط الاستحواذ أنت تكلم على الاستحواذ سلبي الناس تكلم على الاستحواذ المهم الاستحواذ مش فقط أنه لازم تسجل أو تفوز الاستحواذ أنه أنت مانع الخصم من الكرة ومانع مرماك من الخطر فهذا أيضا شيء مهيب بالنسبة لي الكرة الاستحواذ بالنسبة لي إسبانيا صار تقليد وصار عامر عادي جدا ولكن الآن التفكير في من يصنع الفارق بعد الاستحواذ لأنه ثلاث حاجات في الكرة هناك استرجاع الكرة الاستحواذ عليها ثم بناء اللعب ناجد تسجيل الأهداف هم عندهم القدرة على الاسترجاع شفت الضغط اللي مارسوه حتى البارح رودري كان قلب دفاع كان يلعب قريب في الخمسة وعشرين متر منتخب المغرب يعني متقدم بشكل كبير جدا ولكن غلق انت ما لا تلعب لوحدك في منافس غلق المنافذ كلها على الجهتين وغلق أيضا في النص بعدد كافي جدا من اللائبين أوكي عاود نرجع لك كان فيه شوية حض لأنه المنتخب الإسباني إلى غاية الدقيقة المئة وعشرين وتيحت له فرصة ضربت في العالدة بالإضافة إلى فرص أخرى وتيحت مثل ما وتيحت للمنتخب المغربي توفيق مهم في كرة القدم إسباني أنا أود نقول لك لم تكن مرشحة للفوز بكاس العالم